سيداتي وسادة الأوكرانيون الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بصيحة جيدة. إن هذا الأسبوع كان مهماً وملئاً بالاجتماعات مع أصدقائنا في أوروبا، أكبر المانيحين في مجال الدفاع، وكذلك في المنطقة الاستراتيجية في البلقان وجنوب شرق أوروبا بشكل عام. أنا اليوم في برلين لإجراء مخادثات مع المستشار شولتس، وقد التقينا للتعو مع الرئيس شتاينماير. ستكون هناك خزمة دفاعية جديدة لأوكرانيا من ألمانيا. أنا ممتن بشكل خاص للمساهدة في مجال أنظمة الدفاع الجوي، فإن ألمانيا هي الرائدة بلا منازع في تقديم الدعم في هذا المجال. أنا ممتن لمنظومة أيريستي الجديدة، لقد نعقشنا مع المستشار الألماني نوع الدعم الذي سيتم التقديمه هذا العام والعام المقبل. ومن المهم جداً بالنسبة لنا أن يظل حجم المساهدات من ألمانيا مستقراً. وسيكون ذلك إشارة إلى أن الطريق إلى السلام سيكون مؤكداً رغم كل شيء. لقد نعقشنا كيفية توحيد العالم لتقريب السلام. لقد أطلعت الرئيس شتاينماير على عملنا مع الشركة. وكيف يمكننا أن نزيد موقف أكرانيا قوة لصالح أروبا بأكملها. التقيت هذا الصباح مع البابا فرانسيس ووزير الخارجية الكاردينال باروليني في الفاتيكان. إن إطلاق صراح أبناء شعبنا من الأسر الروسي هو مسألة حساسة جداً بالنسبة لأوكرانيا. وبالنسبة للعديد من العائلات في أوكرانيا. الجنود والمدنيون، الأطفال والبالغون، آلاف الأوكرانيين. بالأمس علمنا بوفاة الصحفية الأوكرانية بكتوريا روشنا في الأسر الروسي. التقدم بتهازي لعائلتها. لكنها كانت على قائمة التبادل. من الصعب جداً القيام بهذا العمل تحقيق التبادلات. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى مساعدة خاصة. ولا سيما جهود الفاتيكان. اتفقنا على أن تسلم أوكرانيا قائمة بالصحفيين المختجزين حالياً في روسيا. وناقشنا بالتفصيل عوضة المدنيين وعوضة الأطفال المبعادين. ونأمل في الحصول على الدعم. نحن نحضر لاجتماع في كندا هذا الشهر حول البند من صغة السلام بهذا الشأن. أي القضايا الإنسانية. وقد دعوت الواتيكان للمشاركة. هنا في ألمانيا وبالأمس في ثلاث دول أخرى في يوم واحد. بريطانيا وفرنسا وإيطاليا. قدمت خطة نصر الخاصة بنا إلى القادة الأوروبيين. رئيس الوزراء ستارمر والرئيس ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. واليوم في مخادثة مع أولف تخدسنا حول كل تفاصيل استراتيجيتنا لإحلال السلام. الجيوسياسية والأسكرية والاقتصادية. وهناك شيء آخر. أشهر بالإمتنان لكرواتيا وجميع شركائنا في البلقان وجنوب شرق أوروبا على قمتنا الثالثة. وهي صغة تساعد في الخفاظ على الوحدة الأوروبية. أشكر الجميع على دعمهم لصغة السلام وصغة قمة السلام. أنا واثق من أن خطة النصر إذا كان شركاؤنا مصممين حقا على الوقوف معنا ستصبح جسرا موثوقا بين الوضع الحالي والسلام الذي نريده جميعا. أشكر كل من يقف مع أوكرانيا. أنا فخور بشعبنا. لقد وقف العالم مع أوكرانيا للسنة الثالثة من هذه الخرب لأن شعبنا وملايين الأوكرانيين يستحقون دعما. المجد لأوكرانيا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة